أكد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى أن الجهود المضنية التي تبذلها مملكة البحرين في نشر التسامح والسلام العالمي تسهم بشكل كبير في النهوض بأسس التقارب الإنساني والتعايش الإيجابي والحوار والتفاهم بين الدول والشعوب كافة جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للتسامح وأشار معاليه إلى أن النهج الفاعل لجلالة ملك البلاد المعظم وضع العديد من المسارات والأطر لجعل التسامح والتكاتف بين دول وشعوب العالم ركائز مهمة وثابتة ونوها معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الاستراتيجيات الوطنية والبرامج الحكومية في مجال التسامح تعكس تاريخا حضاريا ومشهودا لمملكة البحرين معربا معاليه عن الثناء والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يليه سموه من اهتمام ومساندة متواصلة للمبادرة الحكومية والمجتمعية التي تترجم أسمى صور ومعاني التسامح وأكد معاليه أن الثوابت الوطنية ومنص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور تنسجم مع قيم التسامح والمودة التي نشأ عليها المجتمع البحريني وتترسخ لدى الأجيال وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية تحرص خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية على إبراز المبادرات النوعية والمشاريع النبيلة التي تنفذها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر